14 عاما وراء القذبان قبل ان تعلن براءته ربما هي قصة من نسج الخيال لكنها تحدث على ارض ام البرتقال بطلها الشاب هشام عباس الذي يتحدث بالم عن ضياع سنوات شبابه وهو موقوف دون اي ادانة مرة اشتكت علي ذبتني بالسجن تهمتني بان انا قتل ابنها بعد التحقيقات والادلة ومفرد جرمي ما ذبت علي اي شي ذبت بالسجن 14 سنة ونص من 2008 طبيت السجن طلعت براءة اشكال يعني تعذيب والاهانة والضرق بعد بالسجن طب بالسجن عن شي يشوف فقد شبابه واسرته معنا والتقى بنجله الذي تركه طجلان لتمتد مأساته بعد قدرته على جمع شملهما بعدما حاصره الفقر من كل حدب وصوب ليضطر للعمل كعمل تنظيف في احد معارض السيارات وهي حالتي انا اسأهلي متوهذلين انا متوهذل وانا اشتغل هنا في هذا المعرض عامل يوم ١٠٠٠٠ دينار زين وزوجتي قاعد يمهلها واني قاعد يمختي لا عندي اقدر اجر بيت ولا عندي راتب مع العاطلين يعني حتى اقدر اجر بيت ولا اقدر اقاعد زوجتي ولا اقدر اصرف عليهم يعني هي يوم ١٠٠٠ دينار الي يما تكفيني زوجتي عافتني بسبب الظروف المادية اللي امر بها واني امكاني اقاعد اجر بيت اصرف عليهم وهي مريضة بها سكر وغدة وبداية قنقري وامراض بها هواي زين انا مين اصرف عليها لا حكومة عوضتني لا حد ساعدني لا حد انطاني لا حد سأل علي اناشد رئيس الوزراء وكافة اعضاء البرلمان زين ووكيل وزير العدل زين اناشده واترجاره جاء اخوي ان ينظروا بقضيتي زين يساعدني زين بسرد اقاعد اهلي وياي زين اريد اطلع لراتم والعاطلين هشام واحد من عشرات وربما مئات القصص التي بقيت صامتة وراء قلوب ضحاياها بعيدا عن الرأي العام بعد ضياع زهرة شبابهم في تهم لم يرتكبوها وكل امالهم ان تنصفهم العدالة بتعويضات او وظيفة تحفظ كرامتهم من محافظة ديالة عبدالله الباش قناة الرشيد الفضائية اشتركوا في القناة